استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله في مقر قامته بالعاصمة الروسية موسكو مساء اليوم المفتي الأعلى رئيسا لإدارة الدينية المركزية لمسلم روسيا الشيخ طلعت تاج الدين يرافقه عدد من أبرز الشخصيات الإسلامية في روسيا وقد أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال أهمية العمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز مبادئ التسامح ومكافحة الغلو والتطرف وتحقيق الأمن والسلم الدوليين من جهتهم أعرب المفتي الأعلى ومرافقوه عن سعادتهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته التاريخية للروس الابتحادية وأشاروا إلى حرصهم على لشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومكافحة الإرهاب والتطرف بين مختلف أتباع الأديان والثقافات وقد التقطت الصور التذكرية بهذه المناسبة حضر الاستقبال معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالل القصبي ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي ومعالي وزير الخارجي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الأستاذ عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي والسفير الروسي لدى المملكة سيركي كوزولوف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة